موسيقى الرئيس السيسي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويناقش مهم القوات المسلحة وجهودها في حماية ركاز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية موسيقى الرئيس السيسي يضع أكليل الظهور على قبر الجند المجهول والزعيمين السادات وعبد الناصر بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة مجلس الدومة الروسية يصادق على ضم أربعة مناطق أوكرانية إلى روسيا السلسة بتوقيت القاهرة الواحدة زهرا بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى نصر أكتوبر كان وسيظل دوماً علامة مضيئة في سجل الانتصارات المصرية وعنواناً لتضامن العربية حيث توحدت الأمة العربية على نحو غير مسبوقة والآن وبعد مرور تسعة وأربعين عاماً على حرب أكتوبر المجيدة نستعيد بكل الفخر بطولاتها وذكرياتها العطرة لنستمد منها العزم والإصرار ونستلهم منها كل المعاني والقيم الرفيعة والإيثار ونكران الذات وروح الفريق والتضحية والفداء موسيقى ترأس رئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث قدمت تهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر وصرح المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول ملاقشة مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركيز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون وتنصيقه مع مؤسسات الدولة قام الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع أكليل من الظهور على النصب التذكري لشهداء القوات المسلحة وقبري الزعيمين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الظهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المتابعة المستمرة لجهود الحكومة في التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة جهود أجهزة الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث تم استعراض ما يتم بزله من جهود لتأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين والتأكد من وجود أرصدة كافية وأمنة تغطي متطلبات الاستهلاك كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار جهود توفير مدخلة الإنتاج لعدد من القطعات الصناعية والإنتاجية بما يضمن عدم توقف عجلة الإنتاج أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على متابعة مستجدات الأزمة العالمية الراهنة على مختلف القطاعات من أجل تقليل حدة الأثار السلبية على الاقتصاد المصري جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف توافر المنتجات البترولية خاصة في ظل استمرار إمداد تدعيات الأزمة العالمية نتيجة للأحداث الروسية الأوكرانية وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن قطاع البترول يعمل وفق منظومة متكاملة لتكثيف الجهود من أجل زيادة إنتاج مصر من المنتجات البترولية عالية الجودة وتقليل الاستراد من الخارج من خلال سرعة تنمية الاكتشافات الجديدة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن أحد أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي التي يتم العمل عليها هو أن يكون هناك استراتيجية واضحة للصناعة المصرية وخلال اجتماع مع رؤساء الغرف الصناعية بشأن إعداد استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعة المصرية وإطلاقها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي شدد مدبولي على الحرسي على أن يتم صيغة الاستراتيجية من خلال التوافق مع جميع رجال الصناعة وأضف رئيس الوزراء أنه يرحب بجميع الأراء التي يمكن أن يدلي بها الخبراء في مجال الصناعة وأنه حريص على أن يخرج المؤتمر بتوافق على أرضية واضحة من أجل مصلحة الصناعة المصرية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على عمق وقوة العلاقات بين مصر والكويت مشيرا إلى زيارات متبادلة بين البلدين على مستوى القيادات وآخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت في فبراير الماضي وخلال اجتماع عقده مع وفد كويتي ضم نحو 45 من رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة والبنوك أكدمت بولي أن أي استثمار طويل أو متوسط الأجل في مصر سيكون له تأثيرا مضاعف بعد أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي كما دعمت بولي المستثمرين إلى التواصل المباشر معه لتسريع تنفيذ مشروعاتهم المقبلة وإزالت أي معوقات وجدد رئيس الوزراء حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر لافتا في هذا الصياق إلى أن الحكومة لديها خريطة استثمارية لعدد كبير من المشروعات في جميع المجالات انطلقت بالقاهرة فعالية ملتقى الأعمال الاقتصادي المصري الكويتي بالقاهرة بهدف فتح أفاق اقتصادية جديدة تدعيما لأواصر التعاون والامتداد التاريخي للعلاقة الثنائية وشهد الملتقى توقيع بروتوكول التعاون بين الاتحاد المصري للغرف التجارية ونظره الكويتية تناول الملتقى فرص الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر والمشروعات القومية الكبرى في قطاعات مختلفة حيث تعد دولة الكويت ثلاثة أكبر شريك تجاري عربي والرابع عالمية في الدول المستثمرة في مصر بما يتجاوز 15 مليار دولار السوق المصري هو سوق واعدة وهناك الكثير من الفرص الاستثمارية التي نأمل في أن تتحقق قريبا وذلك بفضل كثير من الإجراءات والتحفيز الذي لمسنا في الفترة الأخيرة ونعتقد بإذن الله أن المرحلة القادمة ستكون أفضل بكثير ناهيك عن أن هناك في استثمارات كثيرة في المرحلة السابقة ومستمرة إن شاء الله مصر أرض خصب للاستثمارات العربية بالتأكيد هي من أكبر الاقتصادات العربية ومجال الاستثمار في مصر خصب في الاستثمار في السياحة في الاستثمار في الصناعة الاستثمار في الزراعة والآن في البتروكيماويات تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قربة 135 طن مواد غذائية وغير غذائية وتم ضبط قربة 16 طن في مجال الاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فتم ضبط قربة 109 أطنان كما تم ضبط 10 أطنان أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 717 قضية من بينها 160 قضية خبز ناقص الوزن و122 قضية خبز غير مطابق للمواصفات هذا وتم ضبط 19 قضية في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 297 طن أكد وزير الخارجي سمح شكري ضرورة تحلي جميع المشاركين بمؤتمر شرم الشيخ للمناخ كوب 27 بروح المسئولية الجماعية وتنحية المصالح الوطنية الضيقة وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاكتماع التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بكينشاسا عاصمة الكنغو ديمقراطية أعاد شكري التأكيد على التحدي الطارئ الذي يشكله تغير المناخ ما يفرض ضرورة العمل أعلى كافة الأصعدة لخفض الانبعاثات والتكيف مع أثار تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار النتيجة عن تغير المناخ وتوفير التمويل المناسب لمواجهة تحديات هذه الظاهرة عقد وزير الخارجية سامح شكري مباحثات مع رئيس وزراء الكنغو ديمقراطية ساما لقندي بكينشاسا يتي ذلك على همش مشاركته في المؤتمر الوزري التحضيري للدورة 27 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناقب 27 هذا وينعقد المؤتمر الوزري التحضيري تحت رعاية وتنظيم المشترك لرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ والكنغو ديمقراطية ويتناول القضايا الأربع الرئيسية لقضية التغير المناخية والتي تشمل خفض الانبعاثات والتكيف والخسائر والأضرار والتمويل بحث رئيس الوزراء العرقي مصطفى الكاظمي مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد جاء ذلك خلال زيارة أجرها الكاظمي إلى محافظة أربيل بإقليم كردستان حيث بحث الجانبان مجمل الأوضاع السياسية في البلاد وأهمية اعتماد الحوار الوطني بين جميع القوى السياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي قال رئيس مجلس النواب اللبنانية نبيه بري إنه سيدعو المجلس لعقد الجلسة الثانية الانتخابي رئيس جديد للجمهورية قبل منتصف الشهر الجاري دعيا جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين لتحمل مسؤولياتهم حيال الاستحقاق الرئاسية وأكد بري أن تحقيق التوافق الذي دعا إليه لا يعني الحصول على إجماع جميع أعضاء مجلس أنواب البلغي عددهم 128 نائبا مشيرا إلى أن التوافق هو المقره الإنقاذي إذا كان هناك تصميم عند المجلس على انتخاب رئيس بحث رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي تطورات إعداد مشروع الموازنة العام الجديدة للدولة للعام المقبل جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا بحضور نائب رئيس الحكومة ووزير مالية وعدد من المسؤولين والمستشارين ويعد الاجتماع هو الثاني لبحث إعداد موازنة العام الجديد تمهيدا للانتهاء منها وطرحها على مجلس النواب اللبناني قبل نهاية العام الجاري لإقرارها أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن حانس جراندبرغ عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق مع الأطراف اليمانية بشأن تمديد الهدنة التي أبرمت في إبريل الماضي وقدم مقترحا إلى الأطراف في الأول من أكتوبر لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر مع إضافة عناصر أخرى إضافية بناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في ستة أشهر الماضية صادق مجلس الدومة الروسية على ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا وقال وزير الخارجية سيرجي لافروف في كلمة له أمام مجلس الدومة إن النظام كييف حرم سكان عدة مناطق من ممارسة الثقافة الروسية قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن استخدام السلاح النووي سيكون فقط وفقا لبنود العقيدة النووية الروسية وضف بيسكوف في تصريحات صحفية أن جميع الأسباب التي تؤدي لاستخدام مثل هذه الأسلحة منصوص عليها وفق بنود العقيدة النووية لافتا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك اعتبرات أخرى لاستخدامها مؤكدا أن توجه أوكرانيا لطلب العضوية في الناتو كان أحد أسباب بدء العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا وأكد بيسكوف أن محاولات تشكيل تحالفات غربية جديدة لمواجهة روسيا والصين لن يسهم في الاستقرار ونزعيفة للتوترات على المصرح العالمية أعلن حكم مدينة خبر فيسكا الروسية أنه تم إيقاف مسؤول عن التجنيد العسكري عن عمله في منطقة تيك كراي بعد استدعاء ألاف الأشخاص عن طريق الخطأ للقتال في أوكرانيا وقال حاكم المدينة أنه خلال عشرة أيام تلقى الألاف من المواطنين استدعاءات وتوجهوا إلى المراكز العسكرية مشيرا إلى أنه تم إرسال نصفهم إلى المنازل لعدم استفائهم شروط للتحاق بالجيش من جهة أخرى دعت أتشيك رعيها لمغادرة روسيا دون مزيد من التفاصيل أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن ما وصفه بانتهاكات روسيا للقانون الدولي لن تردع الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها وخلال اللقائه مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك شدد سوليفان على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيدة أوكرانيا وسلمة أراضيها مؤكدا أن واشنطن وحلفائها ستواصل فرض تكاليفة واهضة على أي فرد أو كيان أو دولة تقدم الدعم لضم روسيا للمناطق الأوكرانية قال وزير المالية الروسي أنتوني سيلوان بوعف أن روسيا لديها أموال لدعم أربع مناطق أوكرانية بدأ ضمها الأسبوع الماضي وأضاف أن الأولوية في السنوات الثلاثة المقبلة ستكون للتكامل مع المناطق الجديدة في الاتحاد الروسي هذا ومن المتوقع أن يتسع عجز الموازنة في روسيا إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل قبل أن يتقلس إلى 7 من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 قال الجيش النرويجي أنه أرسل جنودا للمساعدة في حراسة محطات معالجة النفط والغاز البرية الرئيسية في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن وسط شكوك بأن التخريب تسبب في تسريبات في خطوط أنبيب الغاز نوردستريم الأسبوع الماضي ونشرت أن الرويج وهي أكبر مورد للغاز في أوروبا الأسبوع الماضي قواتها البحرية والجوية للقيام بدوريات في حقول البترول البحرية وأعلنت أنها ستتلقى مساعدة من بريطانيا وألمانيا وفرنسا في القيام بذلك ذكرت شركة جاسبروم الروسية أن الغاز توقف عن التسرب من سلسة خطوط غاز نوردستريم في بحر البلطيقة وأنه قد يكون من الممكن استئناف الضخ عبر الخط الوحيد المتبقي وأضافت الشركة في بيان أن الضغط في القطوط الثلاثة استقروا أنها تعمل على تقليل المخاطر البيئية وبدأت أوروبا تحقيقات بعد اكتشاف لتسريبات كبيرة في خطي أنبيب الغاز الروسي نوردستريم وقالت ألمانيا والدنمارك والسويد أنها تعتقد أن هناك أعمال تخريب حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أوروبا ستواجه مخاطر غير مسبوقة فيما يخصم أنددات من الغاز الطبعي هذا الشتاء بعد أن قطعت روسيا معظم شحنات خطوط الأنبيب وذكرت الوكالة في تقريرها ربع سنوي حول الغاز أن دول الاتحاد الأوروبية ستحتاج إلى تقليل الاستخدام بنسبة 13% خلال فصل الشتاء في حال قطعت روسيا بالكامل إمددات الطاقة وأكدت وكالة الطاقة أهمية أن يكون معظم التخفيض من خلال رفع التوعية في سلوك المستهلك بالإضافة إلى ترشيد استخدام الغاز داخل المرافق الصناعية والحكومية أظهر مسح لمؤشر ستاندرد أنبورز أن نشاط الصناعات التحويلية في أنحاء منطقة اليورو تراجع أكثر شهر الماضي حيث أدى ارتفاع فوتير الطاقة إلى الحد من الإنتاج وانخفضت القراءة النهائية للمؤشر إلى أدنى مستوى لها في 27 شهرا عند 48.4 نقطة في سبتمبر نزولا من 49.6 في أغسطس لتبقى دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش استمر معدل التضخم في النمسا بالارتفاع في سبتمبر الماضي ليسجل مستوى قياسي جديد لم تشهده منذ عام 1952 وعشر مكتب الإحصاءات النمساوية إلى أن معدل التضخم بلغ 10.5% مرجعا ذلك إلى استمرار زيادة أسعار الطاقة المنزلية والوقود بشكل أساسي بالإضافة لارتفاع أسعار المواد الغذائية أشارت أحدث توقعات لوزارة الخزان الإيطالية إلى احتمال انكماش الاقتصاد الإيطالي في الربع الثالث من العام وأن يستمر في الانكماش خلال الربعين التاليين وتشير توقعات إلى أن ثلاثة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والذي تضرر من ارتفاع تكليف الطاقة وتضخم القياسية المرتفعة يتجه نحو ركود تقنية حدده الاقتصاديون بأنه ربعان متتاليين من انخفاض الناتج المحلي الإجمالية توقع مشروع ميزانية العام 2023 في اليونان نمو الاقتصاد بواتيرة أبطأ العام المقبل وأصدر تفاع في تكليف الطاقة والتضخم وذكرت وزارة المالية اليونانية أن الميزانية الجديدة تجرى سياغتها في ظل ظروف عالية للغاية من عدم اليقين فيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية على المستوى العالمي ومموجب مشروع الميزانية يواجه الانفق الاستهلاكي تحديات حيث بلغ التضخم أعلى معدل له في ثلاث عقود تراجعت الحكومة البريطانية عن قرارها بخفض ضريبة الدخل على الأثرياء بعد أن أثرت انتقادات حدة على وقع ارتفاع كلفة المعيشة ويمثل القرار أولى تراجعا عن سياسة بالغة الأهمية في عهد رئيسة الوزراء لستراس التي تولت مهامها قبل أقل من شهر بعد عشرة أيام فقط على الإعلان عن موازنة أثرت الفوضى في الأسواق المالية أعادت بريطانيا عن قرارها المتعلق بتخفيض ضريبة الدخل على الأثرياء ووسط انتقادات حدة على وقع ارتفاع كلفة المعيشة ففي اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم كاتب وزير المالية البريطاني كواسي كوارتينج تغريدة على موقع تويتر أكد فيها أنه لن يمضي قدما في إلغاء ضريبة الدخل البالغة 45% على أصحاب الدخل المرتفع ويمثل القرار أول تراجعا عن سياسة بالغة الأهمية في عهد رئيسة الوزراء لستراس التي تولت مهامها قبل أقل من شهر إلى ذلك أكدت لستراس أنه كان يتعين بسد المزيد من الجهد لتهيئة الأجواء لخطتها الاتصادية التي تضمنت خفض الضرائب على الأثرياء وأدت إلى انخفاض قيمة الجنيه للسرليني إلى مستويات قياسية كما حاولت تراس تمأنط حزبها والبريطانيين عموما قائلة إنها ستدعم البريطانيين خلال فصل الشتاء الصعب وما بعده كانت خطة الحكومة البريطانية تتضمن مقترحا باستبدال الضريبة على البريطانيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 150 ألف جنيه السرليني بضريبة أقل وتسببت هذه الخطة المزمعة بتراجع كبير للجنيه السرليني أمام الدولار وارتفاع عائدات السندات وسط مخاوف من زيادة الاقتراض قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية لستراس أنها تثق في وزير المالية كواسي كوارتينج بعد أن قامت الحكومة بتعديل اضطراري بشأن قرارها بإلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل واضف المتحدث أنه واثق من أن البرلمان سيوافق على بقية الميزانية المصغرة لكوارتينج والتي تم الإعلان عنها في الثالث والعشرين من سبتمبر وساعدت في إثارة الاضطرابات في الأسواق المالية وتمرد حزب المحافظين ارتفع الجنيه الاسترليني لأعلى مستوى له منذ الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي بعد أن تراجعت بريطانيا عن خطط خفض ضريبة الدخل ولامس الجنيه الاسترليني مستوى دولار وثلاثة عشر سنة مرتفعا بنسبة ثلاثة عشر بالمئة مقابل العملة الخضراء كان الجنيه الاسترليني القفضة مقابل الدولار بنسبة تسعة وثلاثين من المئة في المئة الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كشيدا باتخاذ خطوات للتخفيف من التداعية الناجمة عن ارتفاع فواتير الكهرباء وتعظيم الفوائد التي تدعو أو تعود على الاقتصاد من ضعف لليان مثل إنعاش السياحة الداخلية وقال كشيدا في خطاب أمام البرلمان إن التعامل مع ارتفاع التضخم وتدعيات الانخفاضات الحد الأخيرة لليان سيكون من بين الخطوات التي ستركز عليها الإدارة وتتعرض إدارة كشيدا لضغوط لاتخاذ تدابير لتخفيف تكلفة استيراد الوقود والمواد الخام باهظة السمن قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن تاكيو مستعدة لتخذ قطوات حاسمة في سوق الصرف الأجنبية إذا استمرت التحركات المفرطة لليان الياباني وذلك في تحذير جديد ضد المستثمرين الذين يبيعون العملة اليابانية وأنفقت اليابان ما يصل إلى 19 و13 مليار دولار للتدخل في سوق الصرف الأجنبية شهر الماضي لدعم اليان عندما انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 24 عاما بالقرب من 146 ين مقابل الدولار التقى وزير خارجية أذربيجان مع نظيره الأرميني في مدينة جناف السويدية للتفاوض بشأن مسودة معاهدة سلام بين البلدين وذكرت وزارة الخارجية الأذرية أنه تم تنظيم الاجتماع الثنائي وفقا للمهمة الموكلة إلى وزيري الخارجية لوضع نص لمعاهدة السلام كما اتفق عليها رئيس الأذري إلهام علياب ورئيس الوزراء الأرميني نيكول بانشنيان وذلك خلال اجتماعهما في بروكسل في الحادي والثلاثين من أوسطس الماضي حيث شدد وزير خارجية أذربيجان على أهمية الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين البلدين والتفاوض على معاهدة سلام في فترة ما بعد الصراع أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان يوناما ارتفاع حصيلة قتل التفجير الذي استهدف مركزا تعليميا في العاصمة كابل إلى 43 شخصا على الأقل وأوضحت البعثة أن التفجير خلف 83 جريحا معظمهم من الفتيات هذا وأكدت البعثة أن فرق حقوق الإنسان التبع لها توصل عملية التحقق من أعداد الضحايا في كابل أعلن محافظ هيران الصومالية علي جيتي عثمان وقوع انفجارات بمدينة بلدويني بوسط البلاد وأكد عثمان أن الانفجارات التي نفذتها حركة الشباب الإرهابية أسفرت عن قتل وجرح في صفوف المدنيين تجاوز عدد قتل الإعصار إيان 80 شخصا في ولايات فلوريدا ونورس كارولاينا وساوس كارولاينا الأمريكية وذلك في الوقت الذي واجه فيه بعض المسؤولين انتقاداتا بشأن أسلوب تصديهم للعاصفة ومن المتوقع أن يستمر عدد القتل في الارتفاع مع انحصار مياه الفيضانات وتواغل فرق البحث في مناطق كانت معزولة هدأت العاصفة ومر الإعصار لكن المر بقي للسكان في فلوريدا الأمريكية بعد أن ضربها أحد أقوى الأعاصير إيان الإعصار الملقب بالوحش ترك العديد من الضحايا معزولين مع خدمة محدودة للهواتف المحمولة ويفتقرون إلى المرافق الأساسية مثل الماء والكهرباء الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ حثت الأمريكيين الذين يعيشون بجانب الأنهار والبحار والمحيطات على الحصول على تأمين ضد الفيضانات وذلك في أعقاب الدمار الذي خلفه الإعصار جنوب شرقي البلاد وذكرت الوكالة الفيدرالية أنه ما زالت هناك بعض المنازل والمباني غارقة تحت الماء داعيتنا الشعب الأمريكي بأكمله إلى فهم مخاطر الكوارث التي يتعرضون لها بغض النظر عما إذا كانوا يعيشون على الساحل أو في أرض داخلية أو في منطقة أعصير ووفق تقديرات أولية قد يكلف مرور الإعصار إيان شركات التأمين عشرات المليارات من الدولارات وسيؤثر على نمو الاقتصاد الأمريكي لا سيما بسبب إلغاء الرحلات الجوية والأضرار التي لحقت بالإنتاج الزراعي وفيما وصفها البعض بالعصفة الأكثر كلفة التي تضرب فلوريدا منذ الإعصار أندرو عام 1992 كشفت دراسة أولية أجراها علماء أمريكيون أن الأمطار المرتبطة بالإعصار إيان زادت بنسبة عشر بالمئة على الأقل بسبب تغير المناخ حذر مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية من أن خمسة ملايين وسبعمائة ألف باكستاني من الناجين من الفيضانات سيعانون من أزمة للغذاء خطيرة خلال الأشهر الثالثة المقبلة وأوضح المكتب الأممي أنه بالتعامل مع الشركاء تم إيصال مساعدات إلى مليون وستمائة ألف شخص من المتضررين من الفيضانات بشكل مباشر وتشير السلطات الباكستانية إلى أن الفيضانات سببت خسائر في الاقتصاد تقدر بأكثر من ثلاثين مليار دولار كما تسببت في مصرع ألف وستمائة وخمسة وتسعين شخصا وتضرر ثلاثة وثلاثين مليون شخص أكد وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أن ألمانيا حليف قوي أساسي للولايات المتحدة معتبرا أن بلاده محزوزة بشركتها القوية مع ألمانيا وأعرب بلينكين عن تقدير بلاده لقيادة برلين لمجموعة السبع هذا العام وتركيزها على الأهداف المشتركة المتعلقة بتغير المناخ وتعزيز الأمن الاقتصادي والصحة والبنية التحتية كما أثنى على التزامات ألمانيا التاريخية بدعم أوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الروسية أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في البرازيل أن انتخابات الرئاسة ستشهد جولة إعادة في 30 من الشهر الجاري بين الرئيس جايير بولسونارو ومنافسه لولا دا سيلفا وقالت الهيئة أنه بعد فرز 97.3% من أصوات الناخبين حصل لولا على 47.9% من الأصوات الصحيحة مقارنة ب43.7% لبولسونارو جولة إعادة رئاسية لحسم السباق الرئاسة في البرازيل بين الرئيس اليميني جايير بولسونارو ومنافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الهيئة الوطنية للانتخابات في البرازيل أعلنت أن جولة الإعادة ستعقد في 30 من أكتوبر الجاري وقالت الهيئة أنه بعد فرز 97.3% من أصوات الناخبين عبر التصويت الإلكتروني حصل لولا على 47.9% من الأصوات الصحيحة مقارنة مع 43.7% لبولسونارو مما جعل الفوز في الجولة الأولى أمرا صعبا وشهدت هذه الانتخابات الحاسمة لمستقبل الديمقراطية في البرازيل مواجهة شديدة بين أبرز مرشحين وحجبت تماما المرشحين التسع الآخرين الذين لم يكن لهم حضور يذكر وفي حال فازالولا في الدورة الثانية سيشكل ذلك عودة إلى الحياة السياسية لم يكن يأمل بها بعد سجنه مثير للجدل في قضايا فساد غير أن تنظيم دورة ثانية سيتيح لبولسونارو تعبئة مؤيديه والتقاط أنفاسه وقد نشر على حسابه في تويتر رسائل دعم تلقاها من حلفائه النادرين أمثال نجم كرة القدم لمار البرازيليون انتخبوا يوم الأحد نوابهم الفيدراليين الخمسمائة والثلاثة عشر وحكام الولايات السبع وعشرين ونواب مجالس الولايات وينتخب هؤلاء المسؤولون لولاية من أربع سنوات كما سيجرى تجديد ثلث مقاعد مجلس الشيوخ الواحد والثمانين لثماني سنوات فاز السويدية سيبانتي بابو بجائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء واعتبرت اللجنة المعنية باختيار الفائزين أن اكتشافات بابو وضعت الأساس لاكتشاف ما يجعل البشر كائنات فريدة من نوعها وذلك من خلال إظهار الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر عودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث ترأس الرئيس عبدالفتح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث قدمت تهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصرته أكتوبر وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مناقشة مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون والتنصيق مع مؤسسات الدولة أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة اهتمام الوزارة بتأهيل وتدريب الكوادر المحلية وتنمية قدراتهم المؤسسية والفنية على مختلف المستويات خاصة المعنيين بتنفيذ مبادرة حياة كريمة جاء ذلك خلال استقباله للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أليساندرو فركاسيتي حيث شهد اللقاء متابعة استعراض مجالة تعاون المشتركة بين الوزارات والبرامج وعلى رأسها مشروع دعم وزارة التنمية المحلية في مجال المركزية والتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ مشروعاتها المختلفة في محافظة الشرقية حيث شهدت قرية سعود بمركز الحسينية نسبة تنفيذ وصلت مئة بالمئة وهي مركز شباب برد والمركز الطبي بسعود ونقطة إسعاف سعود ومجمع الخدمات الحكومية والزراعية ووحدة تنمية الأسرة وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل من عدة وزارات معنية والبنك المركزي لوضع تصور وخطة لعمل واضحة لمستهدفات كمية ونوعية لزيادة الصدرات خاصة إلى الأشقاء في إفريقيا جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء لمتابعة سبل تنمية الصدرات المصرية لدول القارة الإفريقية حيث أكد مدبولي أن هناك اهتماما من الحكومة بزيادة الصدرات في هذه المرحلة لافتا إلى عقد اجتماعات عدة لإيجاد آليات فاعلة لزيادة تلك الصدرات أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقدم مصر في مؤشر الابتقار العالمي لعام 2022 بخمسة مراكز حيث جاءت في المركز التاسع وثمانين عالميا من بين مئة واثنتين وثلاثين دولة مقارنة بالمركز الرابع وتسعين في عام 2021 وأشر المركز إلى أن مصر أحرزت تقدما بعشرين مركزا في ركيزة المخرجات الإبداعية كما تقدمت بعشرة مركزا في ركيزة تطور السوق جاء ذلك في الإنفوغراف الذي نشره مركز المعلومات يتضمن أحدث تقرير صادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 2022 نفى المركز الأعالمي لمجلس الوزراء وجود نقص في أدوية الأوران بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية وشددت الهيئة البصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي على توافر كافة الأدوية بشكل طبعي بما فيها المستحضرات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج الأورام أو المستزمة الطبية الخاصة بمرضى الأورام وذلك دون وجود أي نقص فيها وأكدت الهيئة أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافر الأدوية بكافة المستشفيات التي تقدم خدمات علاج الأورام مشيرة إلى اتجاه الدولة نحو توطين صناعة المستحضرات الحيوية وأدوية الأورام محليا ختم نشرة الثالثة هذه تذكرة بأبرز العنوين الرئيس السيسي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويناقش مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية الرئيس السيسي يضع أكاليل الظهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أسدات وعبد الناصر بمناسبة انتصارات أكتوبر مجلس الدوم الروسي يصدق على ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري إلى اللقاء اشتركوا في القناة